فما يحصل وما كان يحصل في الحرب هو الدعاء أنه حيصير يخلي المدنيين من مناطق لمناطق عشان يبدأ عملياته العسكرية فعلى سبيل المثال قسم غزة هو تقريباً لتقريباً 300 أو 400 مربع سكني كان يقول مثلاً اليوم هندخل مربع رقم 300 هل مربع رقم 300 يخلو؟ ما يعطيش وجهة للإخلاء هو يدخل على المربع 300 أي شيء بتحرك خلاص كان بيشغني جداً أنه الإصابات كلها إصابات قاتلة يعني إذا كنت بتقول أنا بستهدف بعض من عناصر المقاومة أو عناصر حماس طيب أنت داخل علشان تقتل ولا تصيب المفروض أنك على الأقل بتصيبه فهتقسره وبعدين تستجوبه وما إلى ذلك لكن بتخش بإصابة قاتلة في مقتل لكل ما هو يتحرك وإن أصابه كمان في غير مقتل فهو بتركه ينزف حتى يموت يعني في غير مقتل ده كان بيبقى إصابة خاطئ ده هو داخل عاوز يقتل بس حتى لو أصابه في غير مقتل بتركه ينزف حتى يموت فهو داخل يقتل أساساً وحكيت لك ما يقاتلنا هو الذكاء الإصطناعي طائرات الكواد كابتر هي أخطر ما أنجبت هذه الحرب هي طائرات مسيرة عليها رشاش بالذكاء الإصطناعي كل شيء بتحرك أمامها تطلق النار عليه وفيه إصابات قاتلة فيه مقتل في الرأس في القلب في أماكن قاتلة هي طائرات الكواد كابتر وهي اللي كانت مسبب رعب أكثر من الطيران الحربي بحيب